أطير برضو اللبنان على طول وكريم أحمد معاه أستاذ محمد الجرحي يعني عدو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعث بجد التحيالي كنت تنساعد عبد الحفيز كل مشاهدي وطبع قناة الأهلي في كل مكان بنبارك للنادي الأهلي طبعا فوز هام وماس في البطولة العربية طبعا كأس زي دية الأندية الأبطال الأمور يمكن الحمد لله بإذن الله كانت مهيئة للنادي الأهلي بالفوز الكبير ده بينضميني سريعا المهندس محمد الجرحي رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي الفوروك طبعا محمد بيه في البداية وموجود كبير بنسبة لنادي الأهلي لكن قبل ما أبدأ معاك حابب أتكلم على السفير معالي السفير طبعا نزيب النجاري وكان دعوة عشاء مميزة جدا وتسليم دروع وعلاقة طيبة جدا حابب تقوليه في البداية معالي السفير وبنشوف الأمر ده زي محمد بيه بداية تحياتي لكابتن سيد يمكن مبارح كنا في اللقاء مع معالي السفير ويعني معالي السفير غمرنا باهتمامه ومبارح كان فيه دعوة العشاء عنده في البيت والتقنا بأسعد به الرئيس نادي النجمة اللبناني يمكننا إحنا قدمنا درع النادي الأهلي للسيد السفير وليه السيد أسعد رئيس نادي النجمة وكان فيه طبعا يعني منوشات بينا على الماتش وهزار بسكات الأعدة لطيفة يعني الحمد لله ويعني يعني مش كمان سيد السفير بس طاقم السفارة بالكامل كان متعاون جدا من أول وصول البعثة لحد دلوقتي ولحد إن شاء الله المغادرة يمكننا عايزين نوضح للأمر الخاص طبعا يمكن كان في ناس كتادي كتير وفي فيديوهات نزلت إن كان في حصل قلع عند فندق اللقامة ويمكن انت كمان مشكورة طبعا محمد بيه تواصلت مع السفير وطلبت تكسيف أمني كبير جدا وده اللي احنا شفناه الأمر ده يعني العكس علينا إزاي وشفت الأمر ده ازاي كان برحة الساعة واحدة وتلت كده مجموعة من المشاجعين جمع عند الفندق اللي قامه وبدأ يعني ضرب سواريخ وموتسيكلات وكده وهتفات بس يعني طبيعي بتحصل نادي الأهل نادي الأهل المتعود بيحصل كده من فرق بيقابلها بساعة دي يعني طبيعي يعني ما ينفعش يتعمم وخصوصا أنا كلمت أسعد بيه وبدأ ياخد إجراءات وكلمت معالي السفير وكلمه نائب وزير الداخلية ويعني انت شفت إحنا الموكب إحنا جئينا في موكب أمني رهيب جدا حتى إحنا كنا حاسين هو مبالغ فيه مدرعات وعربيات شرطة كنا من جيش شرطة وكل حاجة فكنا إحنا حاسين يعني موكب ضخم جدا يعني في الآخر خلص الأحداث دي إحنا كنادي أهلي مش بنوقف عندها بتشوف الجيم إزاي بقى والفوز الكبير والروح الكبيرة بتاعبت النادي الأهلي بتلاحموا المباريات من البطول الأفريقية والبدول الأعربية بتشوف أداية النادي الأهلي إزاي بحباب بي بس هو النادي الأهلي那دي الأهلي طول عمرو وقدم شارك في بطولة بيبقى عينه على منصة التتويج عينه أنه يرفع كاس البطولة طبعا مجهود اللعيب النهاردة وجهاز الفني النهاردة رغم أنه يتعرف له نت�도ك متش من كام يوم وعندك ماتش يومي الثلاثة اللي جاي معه وفاك ستيف فانت النهاردة اللعب بيجتهد والمداري بيفضل يعني خرج اللعيبة الأساسية في الآخر ونهاردة يعني احنا مندخلش في الجزء الفني بس النهاردة الحمد لله نتيجة كويسة ومبروك لجمهير النادي الآلي ومجود اللعيبة يعني كان واضح جدا في الملعب واجتهدهم كان واضح جدا في الملعب انا شو ما تقولش عليك اخب منك رسالة لكل لعبتنا وجاز الفني قبل المباراة الهامة مباراة وفاك ستيف البطولة العربية حلم البطولة الأفريقية حلم طبعا لكل جمهوري النادي الآلي ومجلس الإدارة ممكن تقولي لكل لعيبة وجاز الفني يعني احنا دايما في النادي الأهلي عيننا مش كمان على البطولة الأفريقية احنا عيننا على كاس العالم الأندية طبعا احنا بقلنا غايبين عن مشاركة في كاس العالم الأندية بقلنا 4 سنين احنا يعني البطولة بتالي الدنيا أفضل أسهل ممكن يعني خلاص احنا على بعد خطوة اللعبة مدركة ده تماماً وهم على قدر المسؤولية الماتش اللي فات كان أداءهم ممتاز جداً وإحنا إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله بنلعب للفوز وبنكتهد وبنعمل كل اللي علينا وفي الأخر التوفيق بتاع ربنا شكراً شكراً مبروك